استنقرى مجلس الشيوخ القرى الصادر على البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال جلسة للمجلس اليوم أكد أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة الإدعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية وللأسف الشديد فهي سياسات عفى عليها الزمن وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمالياً ولا تكشف سياع رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة دعمها وهذه الأمور لن تقبل أي دولة حرة بدوخ لها لا سيما مصر الهبية وإذ يستنكر مجلس الشيوخ رافضاً بأشد العبارات وأقصى المعاني هذا القرار الذي اندفع وراء الدعاءات جاءت في العصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر ذلك الملف الذي يخطو خطوات وافقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً وهو ما يقوم دعاً حقية سبوره ومصداقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر